سم ولينا من بغداد مراسل الغد مصطفى القطان مصطفى ماذا عن التحقيقات إلى أين وصلت والإجراءات التي اتخذتها القوات الأمنية في عقاب هذه المحاولة مرحبا سينار الحكومة العراقية اتخذت خطوة من أجل التحقيق بصورة واسعة وشاملة ودقيقة لمعرفة تفاصيل هذا الهجوم ومحاولة الاغتيال الفاشل التي تعرض لها الرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر هذا اليوم في المنطقة الخضراء باستهداف منزله بثلاث طائرات مفخخة مسيرة تمكنت قوات الأمن العراقي من سقاط اثنين منها والثالثة تمكنت من الوصول وكذلك الاستهداف منزل رئيس الوزراء بصورة مباشرة هذه الخطوة تمثلت بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بهذا الهجوم بعضوية الأمن الوطني وكذلك جهاز مخابرات العراقي ومكافحة الإرهاب بالإضافة إلى وزارة الداخلية العراقية قبل قليل هذه اللجنة المكلفة تمكنت من ضبط مقذوف موجود على سطح منزل رئيس الوزراء حتى هذه اللحظة وأيضا تمكنت من السيطرة عليه ونقله بعيدا عن مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي كان هناك بيان أيضا لمجلس الأمن الوزاري العراقي ذكر فيه بأن استهداف رئيس الوزراء العراقي يعد حادث إرهابي جبان وذكر أيضا البيان بأن قوات الأمن العراقية وتعاملها بمهنية وضبط النفس مع ما يجري في العراق جعل ما وصفوه بجماعات المسلحة المجرمة تعتقد بأن القوات العراقية غير قادرة على ملاحقة الجهات التي تنفذ مثل هكذا هجمات وذكر البيان بأن قوات الأمن العراقية سوف تلاحق المطلوبين وستطالهم أيدي قوات الأمن العراقية وسيقدمون إلى العدالة كما تمكنت قوات الأمن العراقية في السنوات الماضية من تقديم الإرهابيين إلى العدالة في العراق أيضا على مستوى التصريحات كان هناك بيان صدر قبل قليل من الهيئة التنسيقية للفصائل المسلحة في العراق ذكرت بأنها في البداية أدانت حادثة محاولة اغتيال الفاشلة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وطالبت كذلك بتشكيل لجنة فنية لمعرفة ملابسات هذا الحادث وذكر البيان أيضا لهيئة الفصائل المسلحة بأن هذا الأسلوب وهذه الطريقة هي ليست طريقتهم طبعا لمعالجة الأمور وأن هناك طرق سلمية من أجل أخذ الحقوق وهم هنا يشيرون طبعا إلى اعتراضهم على نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في العراق سينار طيب مصطفى يعني ماذا عن إجراءات التأمين الخاصة خصوصا في ظل ما ذكرته من وجود صاروخ لم ينفجر يعني إذن هناك المزيد من الإجراءات المتوقعة اتخاذها أيضا فيما يتعلق بإجراءات تأمين البعثات الدبلوماسية بالتأكيد يعني في البداية طبعا كان هناك إعلان لحالة الانذارة القصوى في المنطقة الخضراء إجراءات أمنية مغايرة تماما قد اتخذت داخل هذه المنطقة المحصنة من أجل تأمين أولا مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي وكذلك أيضا تأمين مقار البعثات الدبلوماسية الموجودة في داخل هذه المنطقة الدولية وكذلك الكثير من منازل القادة السياسية المتواجدين في هذه المنطقة بالتحديد انتشار كثيف لقوات الأمن العراقية في داخل هذه المنطقة وعلى مداخلها وفي محيطها بالإضافة إلى الاستعانة بالطيران العسكري فوق المنطقة الخضراء بالإضافة طبعا وبالتزامن مع إجراءة التحقيقات اللازمة لمعرفة الجهة التي نفذت هذا الهجوم وأيضا كيفية تنفيذ هذا الهجوم من أين هي المنطقة التي انطلقت منها هذه الطيرات المسيرة وكذلك الجهة التي تقف وراءها قوات الأمن العراقية أكدت بأنها سوف تتخذ الكثير من الإجراءات من أجل وضع النقاط الحروف وكذلك بيان تفاصيل هذا الهجوم وإلقاء القبض عن من نفذ هذا الهجوم الذي وصف على لسان الكثير من القادة في الداخل العراقي وحتى على مستوى الأقليم والدولي بأنه هجوم إرهابي يطال ويسعى إلى النيل من أمن واستقرار العراق فيما يتعلق بالمصار الأمني السياسي أيضا هل تم الكشف عن المواقف التي ستتبع مع المحتجين على نتائج الانتخابات أو عن الاعتصامات بشأن هذا الملف؟ سينار الحكومة العراقية كانت واضحة بخصوص هذا الملف باعتبار أنها أكدت وعلى لسان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأيضا على لسان رئيس الجمهورية بأن التعامل مع المتظاهرين الذين لا يزلون يتواجدون حتى هذه اللحظة بالقرب من منطقة الخضراء بطريقة سلمية لهم حق الاعتراض والتظاهر بالطرق السلمية بعيدا عن العنف وبالتالي أيضا اتخذت الحكومة العراقية الكثير من الإجراءات يوم أمس من أجل الحيلولة دون تجدد دائرة العنف بين المتظاهرين وقواتهم العراقية وشكلت مقر قيادة لحماية المتظاهرين وكذلك تأمين المنطقة التي يتواجدون فيها من أجل منع انزلاق الأمور إلى وضع أسوأ مما هي عليه الآن بعد حادثة طبعا محاولة اغتيال الفاشية التي طالت مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتأكيد التدابير الأمنية الآن في محيط المنطقة الخضراء والمنطقة التي يتواجد بها المتظاهرون أيضا أصبحت مختلفة وربما تشهد تجديدا أكثر ما كانت عليه يوم أمس لكن بطبيعة الحال لا يوجد هناك ربما اعتراض أو محاولة إبعادها والمتظاهرين عن المنطقة الخضراء حتى هذه اللحظة سينار من بغداد مراسل الغد مصطفى القطان شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة